مساء الخير اليوم راح عمل معاكو وجبة سريعة للفطور او العشا معايا خبز الخبز العربي الصغير او اللبناني باقطع الخبزة بالمقص بهذا الشكل في صحن بضيف بيضة عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود بخفق البيض مع الملح والفلفل اسود في مجلة بضيف كمية من الزبدة او بتقدر تستخدمه من الزيت بضع الخبزة وبضع عليها البيض بهذا الشكل عندي باسترمة وجبنة رومي بتقدر تستخدمه اي نوع من اللحوم او اي نوع من الاجبان بضع الباسترمة وجبنة رومي وبوزع عليها جبنة موزوريلا بتقدر تستخدمه اي نوع من الخضار او الزيتون حسب ما بتحبه برفع المجلة على الغاز بس يتماسك البيض شوي بقلبها على الناحية التانية وبرجع بقلبها مرة تانية حتى تاخد لون وتتحمر واخر اشي بضيفه على الوجه جبنة موزوريلا او اي نوع جبنة بتحبه وبغطي عليها حتى تسيح الجبنة وهيكا صارت جاهزة عاملة زي البيتزا السريعة مقطحة الى متلتات طعمها كتير لزيز وسهل وبسيطة ما بتاخد كتير وقت بتقدر تعملوها وانتم مستعجلين للفطور او العشا شايفين كيف الجبنة بطمط وطعمها كتير رائع والجبنة من الداخل بطمط بتمنى انها تكون وصفة اليوم عجبتكو شكرا كتير لحسن المتابعة وبشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد صحتين وعافية